كازان دبي كيكة دبي وسلطة التونة انا حور واليوم منجرب اشهر ترندات التيك توك فحطوا لايك وخلونا نبدأ كازان دبي يا رب اني اكون نطقت الكلمة صح هذا حالة تركي وانتشر انتشار شاسع عندنا في التيك توك يقولون انو الوصفة التركية الاصلية هي فيها دجاج بس الوصفة اللي انتشرت عندنا مهلبية عادية فخلونا نجربها رح اسوي مهلبية عادية حطيت كوب حليب وعليه ملعقة نشا وملعقة كاستر وكمان رح احط ملعقة سكر ما رح اكثر عشان فيه سكر في الكراميل وراح اضيف ملعقة صغيرة فانيلا وبس رح احركهم على النار الين تثقل المهلبية وفي هذه الاثناء رح اكرمل السكر حطيت ملعقة كبيرة سكر بودرة وراح احطها على النار الين يذوب السكر ويعطينا كراميل هذه هي المهلبية تقلت معانا وصارت جاهزة طبعا انا تعمت راح انها تكون ثقيلة لاني شفت ناس تسويها خفيفة وما تضبط معاهم فقيت خليني انا من البداية كذا اسويها ثقيلة هذا هو السكر ذاب وصار كراميل حسيت انه قليل مرة كان المفروض اني احط زيادة لكن ما ابغاها تكون اوفر حلا عشان انا رح اكلها الحالي المهم الحين بعد ما كرملنا السكر رح اضيف شوية من المهلبية وراح اخضطهم مع بعض مادري اذا هذي صح ولا لا لكن انا نشوفهم كذا يسوون بالتك توك وما في احد شرح صراحة طريقة صحيحة كيف بس انا بسوي اللي شفتها بعدين حطيت باقي كمية المهلبية وزعتها عليه وراح اتركها يبرد تركتها بالبداية ع درجة حرارة الغرفة بعدين دخلتها على الثلاجة وبعد نص ساعة كذا طلعتها وقطعتها وخلونا نلف رول وانشاء الله يضبط في خيالي كان الشي مختلف عن اللي قاعدة اسويه يعني لما سويت المهلبية ثقيلة خيلت انه بلفها بسهولة وخلاص رح تضبط معاي لكن الموضوع صار ضدي حرفيا ولانه المهلبية ثقيلة تكسرت معاي الرولات بس خلونا نكمل يعني لا كمية السكر صح ولا اللفة صح ولا شيف هذا ترنت صح بس خلونا نقيم الطعم زي انت بالفسك وكأن الشكل صار احسن كذا الطعم حلو صراحة هذا وانا ما كثرت سكر بس كان طعم الكراميل باين ونذيذ لكن هل يستاهل هالحوسة كلها احس لا يعني اقدر احط الكراميل بصحن وحط فوق المهلبية وخلاص يعني استمتع بنفس الطعم فتقييمي اني ترند هذا بيكون 7 من 10 ترند دبي هذا مو راضي يفك من التيك توك حرفين كل شهر صار يتجدد يعني مرة كيك مرة كريب مرة شوكليت وانا ما قلوم الناس صراحة يعني هو مرة حلو فهذه المرة بنجرب كيكة دبي راح نسوي كيك طبعا انا قلت خليني اجيب كيك جاهز من بقالة ما كان عندي وقت صراحة فانتو تقدرون تسوي كيكة بالبيت انا جبت كيك ورح احطها في صحن التقديم والحين راح نجهز الكنافة اخدت الكنافة وقصستها صغار ورح احطها على الصاجة واحط معاها نصف اسبع زبدة واحمرها على النار الان يصير لون الكنافة ذهبي وتكون مقرمشة وبس كذا تكون جاهزة الحين راح اخذ الفستق جبت هذه زبدة الفستق ما قد تجربتها صراحة فان شاء الله يكون طعمها حلو ورح احطها فوق الكنافة وبقي منها شوي عشان ازين فيها الحلة بعدين اخر شي وهذه هي حشوة الكنافة جاهزة الحين نجيب الشوكليت ونذوبها بذوبة في حمام مائي وهذا هو الشوكليت جاهز والحين بس خلونا نصف الطبقات راح احط الكنافة فوق الكيك وانا صراحة عشان احب الطبقة هذي حقة الفستق والكنافة بكثر واخر شي نحط الشوكليت وحطيت كمية شوكليت راهية عشان كذا يصير من الغوص علينا زي انت بزبدة الفستق وبس هذا هو جاهز تقديم باقي عندي شوية بزبدة الفستق فبسوي فيها شوكليت دبي وعشان يشاري الوان جديدة قلت باجربها فحطيت لون وراح احط عليه مذيب وبعدين راح اوزعه على القالب واحط الشوكليت وان شاء الله يضبط وهذا هو الشوكليت بعد ما طلعتها من الفريزر الحين لحظة الحقيقة طبعا صدمة ما ضبط والشكل قبيح وما احكيكم صراحة اخدت الصدمة بحرفيا معين كنت مرة متوقع انه يضبط لكن مو مشكلها همشي الطعم نرجع الكيكة الدبي وخلونا نجربها ونقيمها اتوقع باينة معاكم اللغوصة حرفيا الشكل الشكل الحالة حكاية خلونا نجرب الطعم لذيذة لذيذة بشكل مو طبيعي خرافية احلى من الشوكليت الوحد وشوكليت دبي الكيكة هذي تفوقها عشر مرات فوق يعني مرة لذيذة مرة مرة لذيذة فجربوها لازم كلكم تجربونها وسهلا ما تاخذ وقت سريع صراحة فتقييمي لها بيكون مليون من عشرة فازت بأحلى تريند لهذه السنة لذيذة بشكل مطبيعي رجعنا مرة ثانية لتريند سلطات الخيار لكن هذي المرة بنجرب السلطة اللي فيها سالمون لاني شفت الشيف الكويتية اللي كانت مشاركة في توب شيف سوتها بالتونة فحمستني صراحة اني اجربها بالتونة وقلت خلينا اعطيها فرصة فالمكونات الاساسية اللي راح نحتاجها هي خيار وتونة بس التونة تكون موية وملح ما تكون بالزيت وبس راح اخذ الخيار واغطع الشرائح نحيفة وبعدين راح احطها في صحن يتقفل من فوق عشان نرجها بعدين راح اضيف عليها التونة والميونيز الياباني وصوي سوس ونتفع بسيطة من زيت السمسم عشان نكتها مرة قوية فنتبهوا لها ذي النقطة كمان رشيت كمية من السمسم العادي والسمسم الاسود واخر شي اضفت فلفل مجروش وبس راح نقفل عليهم ونرجو لمكونات كلها مع بعض صراحة انا مرة احب التونة لكن ما احب اكلها مع الخضار يعني ما احب اكلها مع الطماطم ولا احب اكلها مع الخيار بسبب انه يتغير طعمها ويصير فيه زفرة وانا ما احب النكاة هذه لكن هي حمستني اجربها وان شاء الله انه تكون لذيذة فخلونا نجرب صراحة ما قدرت اكملها يعني طعم زفرة التونة مع الخيار مو طبيعي ما ادري لاني اكتركتها شوي ما استعجلت عشان اكلها يقولون لما تتركينها وتنزل موية الخيار هو السبب اللي يكون في زفرة لكن بشكل عام ما حبيت المكس ابدا ويعني صراحة غصبت نفسي ان اكلها عشان النعمة ما تنرمي لكن مستحيل ارجع اكررها فبعضيها صفر من عشرة وبس كذا نكون وصلنا نهاية الفيديو قلولي ايش رايكم بالترندات وايش جربتوا منها او راح تجربون منها واذا لقيتوا ترندات جديدة سوولي منشن عليها ولا تنسوا اللايك ولا تنسوا تشتركوا بالقناة لو ما كنتم مشتركين وتفعلوا زر الجرس احبكم اشوفكم بالفيديو الجاي على خير مع السلامة موسيقى